السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وقبط فطار كيتوني جميلة جدا هنعمل طاج بيت بالسلامي طعمه حلوة قوي وطريقة تحضيره سهلة ما بتاخدش وقت ابدا ان شاء الله هتعجبكم يلا بينا نعمله مع بعض معانا هنا بيض اي كمية عندكم انا هعمل خمس بيضات وكمان معانا هنا اي كمية من السلامي وكمان شوية من الجبنة المزارلة وملح وفلفل اسود مش اكتر من كده هي دي المقونات معانا الاساسية معايا هنا طاجن هنحط فيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي او السمنة الحيواني على حسب المتاح هندقه واول ما استمنى تسيح معانا كده هنبدأ ان احنا هنرص طبقات من السلامي هنحطها باي شكل طبعا انتوا عايزينه انا هرصوهم جنب بعض بالطريقة دي كده وهنسيبه بس سانيتين او تلاتة على النار بيبدأ ان هو يدبل معانا بالشكل ده هنجيب دلوقتي البيت زي ما قلتلكوا اي كمية يا جماعة انا هحط خمس بيضات ممكن تحطوا تلاتة ممكن تحطوا اتنين ممكن تحطوا الكمية اللي انتوا عايزينها هنحط البيت دلوقتي بالطريقة دي كده وهنحط دلوقتي رشة من الفلفل الاسود وكمان رشة من الملح طبعا ملح حسب التزوق على حسب ما انتوا عايزين وبدأ البيت يستويه معانا هنحط دلوقتي طبقة تانية من السلامي وبعد كده هنغطع اليوم لغاية لما البيت يبدأ يستويه معانا طبعا البيت ما بياخدش وقت ابدا بيكون معانا بالشكل ده هنحط دلوقتي اخر مكون معانا انا هحط شوية من الجبنة المتزللة ونوزعها على الوش بالشكل ده الطاجن ده جماعة مفيش فيه تحديد للكميات اي كمية عندكم هتبقى حلوة قوي وهتعملوا بيها احلى طاجن هنغطع اليه كده لغاية لما الجبنة تبتأ تسيح معانا وبعد كده طبعا زينوه او قدموه بشكل اللي انتوا عايزينه انا هحط عليه من الوش كده شوية من الزعتر وكمان هروش عليه برضو شوية من البابريكا طبعا ممكن تقدموه من غيرهم بس انحبه ان انا ازينه شوية وبيكون معانا بالشكل ده ما اخدش وقت ابدا احلى طاجن بيت بالسلامي ويلا بينا بقى نقدمه مع بعض طبعا هو مش محتاج تزين ابدا لان دي وقبة فطار جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم وده شكله معانا بعد ما اعطعته شايفين شكله بصراحة جميل ويفتح النفس وانا دلوقتي هكتب ليكم المكونات والمآدير علشان تعرفون انت تصوروها طبعا زي ما قلتلكو الكمية هنا معانا مفتوحة يعني اي كمية بيت اي كمية سلامي اي كمية جبنة متزرلة بس في الاخر بيتجمع معانا احلى طاجن ممكن تكلوه على الفطار وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل احلى طاجن بيت بالسلامي مناسب للفطار واجبة فطار كيتوني جميلة جدا اتمنى الفيديو يعجبكم اذا اعجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعلاقاتكم الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هانا وعافية